طيب منتخب الفرنسي بعد دور المجموعة تقدر تقولي أنه هو فعلا مرشح الأول للفوز من المتورة ألا شايف أنه عنده نواقس لسه مرشح أول مع المنتخب البرازيلي مباراة النهاردة ما تعتبرش مقياس بشكل كبير دي شان يعني غير في الفرقة كلها يعني أنا أقدر أتفهم شوية أنه لو يعني خلاص انت ضامن التأهل وكمتصدر لمجموعة أنه يبقى فيه إراحة لشوية العيبة بس مش بالشكل اللي شفتنا ده قام الفرقة كله مكانش موجود في كل المراكز بس سناء بس فران يعني في الخط الخلفي حتى كمان منداندا لعب على حساب لوريس لا لسه المنتخب الفرنسي موجود ومرشح بقوة مباراة يعني هتعدي أنا من وجهة ناظري مش شايف أنها هتأثر فيهم شكل كبير اللي بانه النهاردة تأثيره غير مبابي وجريزمن بس جيرو جيرو مهم مهم جدا جيرو من المهاجمين اللي في دفاعات متكتلة تلاقيه حتى لو مش بيسجل وفي تحولات تلاقيه هو مهاجم خبير جدا مهاجم خميس جدا ومتعاون يعني دي مش بتلاقيها في مهاجمين كتير يعني ما تلاقيهش الليفاندوسكي مثلا الليفاندوسكي هداف بس التعاون بتاع جيرو والإثار بتاعه يعني حتى يعني كاس عام 2018 كان الناس بتستغرب جدا زي جيرو اللي ما سجلش ولا هدف بس لسه بيلعب أساسي مع فرنسا من أول مباراة لغاية آخر مباراة لأن جيرو ليه دور مهم جدا في الالتحامات في الحفاظ على الكرة والاستحواز عليها في صناعة اللعب وتسجيل الأهداف وفي الأوقات الحسمة ووصل تكتلات وده حصل كتير قوي معميلا سواء السنة دي أو السنة اللي فاتت وأحرص ليهم أهداف قاتلة وحسمة تسببت في فوزهم بالدوري السنة اللي فاتت